ليس الإيمان بمجرد الادعاء بل لابد من تصديقه بالعمل الصالح والتحلي بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة فالمؤمن كالنخلة في كثرة المنافع فالنخلة يستفاد بثمرها وخشبها وورقها وأغصانها وظلها وكذلك المؤمن خير كله من كثرة طاعته ومكارم أخلاقه ونفعه لغيره والنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء وكذلك المؤمن عقيدته في قلبه ثابتة وفروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والنخلة مع طولها وثباتها لينة تميلها الرياح وكذلك المؤمن مع قوته هين لين سهل قريب من الناس والمؤمن طيب كالنحلة فالنحلة لا تأكل إلا طيبة وهو رحيق الأزهار وكذلك المؤمن لا يأكل إلا طيبة وهو الحلال قال تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون والنحلة تضع طيبا وهو العسل والمؤمن يصدر عنه صالح الأعمال ولا ينفق إلا في الحلال بل ينتق المؤمن أطيب ما عنده لينفقه في سبيل الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه والنحلة إذا وقفت على غصن لم تكسره وإذا وقعت على زهرة لم تفسدها وكذلك المؤمن هين الليين أينما حل وارتحل لا يكسر ولا يفسد كما قال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ أي جَعَلَنِي نَفَّاعًا لِلنَّاس والمؤمن كالنحلة في النشاط والحيوية والسعي والجدية وإنجاز الأعمال بلا كسل ولا إهمال وهو كالنحلة في إتقان العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه فاحرص على التحلي بمكارم الأخلاق لتكون من المؤمنين الصادقين قال الحسن البصري رحمه الله إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل